بتقديم خدمات للضمان الصحي للمتقاعدين جيد زيان بعد استحصال الموافقات والإجراءات العصولية ويترك هذا الموضوع أيضا للمتقاعد هو صاحب القراء؟ يرغب لو ما يرغب باعتباره هو جانب اختياري يعني ما نقدر نجبرة باستقطاعات معينة للجانب الصحي ويقول لك أنا ما بحاجة له وأكو ناس تحتاج هذا الجانب خاصة ذو الأمراض المزمنة يعني السكر والضغط والمسائل المستعصية والأمراض يحتاج للرعاية الصحية وبالتنسيق أيضا يوجد تنسيق مع وزارة الصحة بهذه القصادة مسألة أخرى متعلقة في أعطاهم بعض السلف في القروض المتعلقة ننسق بين المصارف الحكومية مصرف الرافديين مصرف الرشيد بدأنا نفتح هذه القطوات اللي موجودة كان سعينة بهذا الموضوع أنا لطالما أنت ما سألتني أنا ردباتها بإيجاد يعني قطع عراضي له للمتقاعد والله واقف وهو هذا اللي ارتسلت الخدمات اللي تقدموها هذه تعرف هذه إحنا وضعناها في ضوء الحزمة الأولى بسعلى رقل هو موظف ما حصل خليه حصل هو متقاعد على ضوء الحزمة الأولى اللي أطلقها دولة رئيس مجلسة الوزراء إحنا اللي قدم لهذا ووافق على قيام دوائر وتشكيلات المختصة بإعطاء قطع عراضي للمتقاعدين بعدين تبين أنه دوائر البلدية أصبحت منفصلة عن وزارة البلديات والأشغال والأشغال هذه مشكلة فإصارت على المحافظات أطلقت أنه يتخذ قرار من داخل الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات ونوخذ قرار أكو إعمام صدر لكل المحافظين بإيجاد فرص للمناطق الجديدة أكو مناطق جديدة يبدو للمحافظات بأنه تصير بها قطع عراضي وتوزيع قطع عراضي منهم يعني تشتغلون على هذا الموضوع أكبر قناتكم المؤقرة وبرنامجكم الكريم أدعو كل المحافظين الموجودين إلى موضوع توزيع قطع الأراضي للمتقاعدين الأهمية كونهم كبار في العمر كونهم قدموا خدمات إلى الدولة وأيضا هم من يستحقون أعطاهم قطع عراضي خلي هذا الموضوع تحدثتوا ياهم خاطبتوا ناقشتوا أكيد شو نردود الأفعال بصراحة يعني لحد الآن ما ملتمس شيء ما ملتمس شيء ماكو جدية يعني ما ملتمس شيء من أكو وعود من قبلهم من محافظين آخرين وأكو من بعض المحافظين أيضا بدأوا يسعون إلى موضوع في تحديد مناطق بعد ما تكون مناطق قدوم لتوزيع قطع الأراضي يخللهم في بالهم المتقاعدين إحنا سعينا بتزويد كل البلديات بقاعدة بيانات المتقاعدين على موت لا يطلب مننا تأييد يعني متقدمين بالإجراءات حتى التأييد أي بس إن شاء الله ننتظر منهم التنفيذ بس هذا بالنسبة لك يعني الآن كل متقاعد يسمع بالنسبة لك هذا شيء ستسعى لتحقيقه في أسرع وقت أطالب في كل وقت وفي كل محفل وفي كل لقاء وفي كل مخاطبة وراح أأكد ولا أتراجع عن هذا شيء مطلقا بينهم نحن موجهة المختصة هي بتوزيع الأراضي يعني هذا اللي أقوله أطالبهم بالنهاية أنت تمثل بالضبط بتنفيذ توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء سواء المتعلقة هو أكو توجيه توجيه أكو وأكو قرار أيضا من الهيئة علية للتنسيق بين المحافظات أكو توجيه أيضا من داقة الهيئة للمحافظين نسعى ونطالبهم الأكبر المحافظين المحترمين بتنفيذة وتوزيع قطاع الأراضي وهذا يرتبط أيضا بالبيروقراطية يعني يفترض أن يكون هناك عمل سريع لتنفيذ هذه التوجيهات